تحياتنا لألكم مجددا الفقرة هلأ مع الأبراش البداية بتكون مع الحمل الرائع اليوم يلي قادر يمسك زميم الأمور وبيلعب دور كتير مهم ضمن العيل الصغيرة الثور متقلق على كذا جبهة قادر اليوم تحط رأيك بما كان مناسب وقادر تدير العيل الصغيرة بالحنكة تبعك وبزكائك المفرط الجوزاء بدك ترقوا شوي على وضعك وعلى وضع الآخرين ما تسلق الأمور سلق ما تستبقى الأمور شوي شوي كل شيء بيصير لازم تكون على تماثل يوم مع مختلف الأفكار المناسبة يلي بتخليك تتطور قدما نحو الأمام السرطان يوم مناسب للتعبير عن سخطك للتعبير عن غضبك ما علي بيمرقوا معنا بعض الأيام لازم نقول أنه نزعلنين لازم نقول أنه منا ممنونين مش غلط شارط أنه ما تتفوه بكلام نابي الأسد إذا بدك تاخد قرار اليوم القرار لازم يكون مفصلة يعني اليوم هالقرار ما لازم يكون فيه لعب بدك تاخده عن سابق تصور وتصميم وبكل ما أتيت من قوة العذراء فينا نقول فيه طاقة إيجابية ولكن ما عم تعرف تستعملها اليوم يعني دايما فيه أمور سلبية دايما فيه إشياء مش مفهومة بينك وبين الحبيب مشان هيك بدك تحاول تصلح الأمور الأخرى الميزة بيلزمك أكتر هدوء واتزام بقراراتك لأن ما فيه الوحيد يطلع بقرار ويمشي فيه بدك تدرس هالقرار ويكون عن سابق تصور وتصميم وكمان يكون فيه وعي لما تضايق غيرك وتضايق حالك العقرب نهار حلو الأجواء السليمة الأجواء السريعة فيه أمور بدأت تصير معك ما كنت حسب لحسب أمور حلوة يمكن كنت بس عم بتتفكر بالأمور السلبية اليوم لا فيه دايماك أمور جميلة رح تقطفاتي بيعا وإلى القوس بنيشن على الهدف بيعرف حاله شو عم بيعمل كتير بحب القوس شغلة أنه دايما بيعرف حاله شو عم بيعمل ما بده دايما حدا يوعي ويقوله لازم تعمل هيك لازم تعمل هيك لا هو بيعرف الصورة واضحة قدامه عنده وضوح بالرؤية المستقبلية للأمور وهنهار رح يكون عبارة عن نهار رائع جدي ما كتير تزد السلبية على الآخرين الواحد كمان بده يحسب حاله متل ما أنت بتغلط غيرك بيغلط متل ما أنت بتعمل أمور جيدة غيرك كمان قد يتسم بالجوذة بدك تنتبه على هالأمور وما كتير تعلي سقف الانتقادات أدلوا حظك حلو اليوم بين الأبراج 12 أنت الأكثر حظا محظوظ قادر يسكون بمركز القرار قادر تعطي الآخرين نفحة إيجابية حتى لو كان في بقلبك حزن وضغينة والخيتين بيكون مع الحوت الأجواء سريعة الأجواء داعمية في أشخاص بيدعموك مش ضروري يجهروا بالأمر مش ضروري يقولوا نحنا مندعمك ونحنا إلى جينبك بس أني فعلا بتهموا أنه عم بيدعموك منوصلة لمولود اليوم مولود اليوم لا يتأخر عن المساعدة بيعرف كيف بده يتصرف خاصة بيمشي بين الألغام إذا حب بحب من كل قلبه وإذا بغض بيبرم دهره وبيمشي بحب أنه الآخرين ينجزبوله من سلبياته عنده حب التملك من إيجابيته قوة حدث لافتي لا يخطئ وهالسنة سنة الطاقة تحييتنا لكل موليد اليوم هراتش هو ضيفنا بنهاية اللقاء هراتش يعود إلى أصول أرمانية وبيعني عيون من نار هراتش أو الشخصية متفائل صامت في وجه الصعوبات عنده ذكاء فطرة وحنكة بمدارية الأمور ما بيعرف نشو شو بده أوقات بالحياة ولكن هالأمر ما بيمنع أنه إنسان زكي جدا مبدع سريع التواصل مع الآخر اجتماعي وديناميكي ومزيج هراتش هذا كل شي بفقرة برج اليوم إلى اللقاء اشتركوا في القناة